بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا مستقر أن احنا يوم الحد بنتكلم عشان نخلي بيوتنا أكتر سعادة وأكتر إقبالا على الله بنعمة أنه جعل بيننا مودة ورحمة في البيوت فننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة وهو ده هرم الترقي الزواجي إحنا النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا أننا نتكلم فيها لأنها من كتر كترتها الناس ما يتكلموش عنها من كتر ما هي كتيرة في البيوت الناس ما يتكلموش عنها عارفين عن تكلم عن إيه النهاردة؟ عن تكلم عن التهديد بالطلاق الستة لما بتحس بتهديد عدم اكتفاء زوجها بيها بتحس بإيه؟ بتحس بحاجة غريبة جدا أنها في مام بالريح وأن أي حاجة ممكن تشيلها وترميها برى البيت ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرة وأمرنا أننا نعاشر وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نعاشر بالمعروف وعاشرهن بالمعروف لأن أغلب الحالات اللي بيلجأ فيها الزوج لحد تاني بيكون في مرحلة ما قبل منتصف العمر أنه يهددها أنه يلجأ لحد تاني وممكن كمان يكون دوت خلال منتصف العمر ما بحبش أنا لفظ أزمة منتصف العمر دي لازم نعرف أن كل يوم كل يوم الإنسان بيتغير فلذلك ما يبقاش فيه نوع من أنواع الكلام عن الأزمة ودايما بنقول أن الله سبحانه وتعالى يقلب عننا الأيام والليالي مش ليعذبنا ولكن ليهذبنا ولذلك وقت منتصف العمر دوت مش أزمة مش لازم يكون أزمة مش لازم يكون أزمة فيه ناس كتيرة بتمر بيه على أنه أزمة صح فيه ناس كتيرة بتمر على أنه أزمة لكن هو مش لازم يكون أزمة في منتصف العمر أوقات بيحصل افتراق في الأهداف ما بين الزوجين يبقى الزوجة مهتمية بالأولاد والزوج مهتم أنه يعمل إيه خلاص الزوجة حسة أن أولادها هم لازم تكمل معهم باقي حياتها والزوج حاسس أنه هو لسه معاش حياته لأنه تعب جدا جدا في الفترة اللي قبل منتصف العمر دي اتجوز وصرف كل مدخراته وبعدين لما اتجوز أهد يكتهد عشان يسد ديونه ولما بدأ يشم نفسه وبدأ يجيب مدخراته ويحسن مستوى الاجتماعي بس لقى العمر عنده هو مر وبقى هو بعد سن الأربعين فإيه اللي حاصل ومع أن سن الأربعين ده سن النضوج بس هو يحس أن عمره تسرق منه ساعات الزوجة كمان بتحس أن عمرها تسرق منه فتحس أن هي محتاجة تحس بقونه ستة فهدف الزوجين بتتفرق فإيه اللي يحصل وبيكون في خيارات متبينة بالنسبة للزوج وكمان بالنسبة للزوجة فبيكون استقر وظيفيا وأصبح عنده ثقة وأصبح عنده معجبات إحنا عندنا للأسف يعني في الرشاد الزوجي بنقول إيه؟ بنقول عندنا تعبير معلش لازم نقول التعبيرات الموجودة عندنا حتى في الشغلة بتاعتنا إن الرجل حتى لو هو زي ما بيقولوا كده عظمة في قفة هناك من تعجب به فبيبقى عند الرجالة في الوقت ده هات معجبات إما واحدة معجبة بإنه سنه كبير فتكون صغيرة فمعجبة بيه أو حد معجب إنه هو في الشغل شاطر ومعرفش إيه وبيقدر يدير الأزمات ففي الأخي خالص لازم نلتفت لله ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الحديث ده جاي للوقت ده إيه الحديث ده؟ لا يفرقوا مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر وعشان كده مهم نتذكر إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا إن إحنا نخزن الحكمة فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم صحتك قبل ثقمك وشبابك قبل هرمك فالإنسان لازم يتعود نظرية أنا بسميها نظرية الادخار الحياتي فالداخل من فترة ما قبل منتصف العمر إلى فترة منتصف العمر فالادخار الحياتي ده بيخلينا عندنا ما نعتمد عليه في فترة منتصف العمر حضرت النبي لما كان بيتداخر قوتة سنته صلى الله عليه وسلم كان بيتداخر لأنه هو عايز يعلمنا فلسفة الادخار مش إنه هو خايف إنه ما يلاقيش حاجة والادخار ده بان أو أو نما نربط بقوله تعالى وتزوده فإن خير الزاد التقوى فبان إن فلسفة الادخار ما تكونش في الأشياء المادية بس لكن أهم من ده إنه إحنا ندخل كمان في الأشياء المعنوية أوقات بيبقى الزوج متصون إن الزوجة هتفهم احتياجاته بيظهر أول الكلام ده في وقت منتصف العمر هو فاهم إنه هي فاهم احتياجاته وفاهم إنه هي مطنشة وإن هي مش عايزة تاخد بلا وساعات الاحتياجات دي بتبقى عبارة عن شيء قديم متأجل وإنه طول الوقت عنده فكرة إنه عنده إيه اللي حاصل عنده حالة من حالات طاقة من الحب وطاقة من الحالة الجسدية اللي ممكن من خلالها يمارس الألاقة الخاصة بشكل كبير جدا وطاقة اجتماعية إن أنا قادر أعمل إيه قادر أقدي لكل الناس وقادر إن أنا أعمل ده هو بيحس بكده في فترة منتصف العمر فيفضل إيه اللي حاصل؟ يفضل مأجل الاحتياجات دي لغاية ما يبقى معه فلوس أو يكون الاحتياج حصل له حصل له بعد لما وصل لمنتصف العمر حاجة حصلت له فنشأ عنده لما حس بحنين إنه هو يكون شاب بدأ يشوف الشعر الأبيض في شعره ولا هي بدأت تشوف الشعر الأبيض في شعرها في إيه اللي حاصل؟ فبدأ يحس إنه محتاج إنه هو يبقى شاب وهي كمان محتاج إنه يتبقى شاب وإنه حصل ممكن يحصل له تغير وإن زوجته مثلاً يحصل لها يحصل لها مثلاً إنه إيه ما ترعيش إن التغير اللي حصل له إما تغير في المكانة أو تغير في الحالة الاجتماعية فإيه ما ترعيش ده فهو محتاج إنه حد يفهم إن التغير ده أثر في سماته الشخصية دي المبررات اللي بتحصل عشان الإنسان يبص عند حد تاني إن يسدله احتياجاته لكن أول ما زوجة بتعرف تيجي تقوله ده كان معايا وبياكل وبيشرب أنا مخدوعة فيه يعني هي تقول إيه أول ما تعرف فقط إنه بدأ يبقى عنده الاحتياجات دي وبدأ يشوف حد برة الستة في بعض الحين بتحس إن في حد باعها وضحك عليها ساعة لما الزوج عمل كده غلبت عليه فرض نيته على فكرة وأننيته فأنت كنت بتفكر كعازب كنت بتفكر في نفسك أوقات كتير الزوجة بتكون انشغلت بالأولاد الزوجات بتعتقد إن اهتمامها بالأولاد بيتضيف راسطها كزوجة عند الزوج لكن الأزواج عندهم إن لازم تكون حكتين تبقى زوجة وتبقى أم للأولاد أقول لكم حاجة ساعة الزوجات بتعمل إيه ساعة الزوجات شوف بقى الفرق ما بين اللي أنا أقوله دلوقتي والفرق ما بين وعي سيدنا عمر أوقات الأزواج بيعتبروا إن الزوجة انشغلت بالأولاد عنهم فيحس إنهم تراجع في الأولوية وما يفهمش اللي احنا قلناه دلوقتي ما يفهمش إن إيه إن الزوجة فهمة إن هي لما بتراعي الأولاد هي بتقوله دول أولادك دول حبيبك دول نور عينك فأنا لما باهتم بيهم باهتم بيك أنت كمان لكن شوف سيدنا عمر كان وعي للمسألة دي إزاي لما جاء الراجل ووقف على باب بيته فلقى المرأة بتعلي صطعة لقى زوجته هو جاي بيشتكي إن زوجته بتعلي صطعة ليه الصحابي جاي يشتكي من سيدنا عمر من ده إزاي يعمل كده لإنه واضح إن سيدنا عمر كمان ما كانش كمان خريفة للمسلمين كان كمان بيشتغل في الإرشاد الاجتماعي فراح لي سيدنا عمر يقوله يعمل إيه فإيه اللي حاصل فلما راح لي سيدنا عمر ووقف على باب البيت لقى هاي اللي حاصل لا اللي حصل إن زوجة سيدنا عمر كمان بتعلي صوته عليه فإيه اللي حصل فلما مش فخبط على الباب وبعدين لما سمع كده راح ماشي فسيدنا عمر لحقه ففهمه فهمه إزاي هو زوجته عنده في مكانة عالية زوجته فبرره نيبة ربي أولاده وكمان بتصنعه بتطهي طهامه كمان بتغسل ثيابه فبيله إن دوت كله في رصدها كزوجة عنده بس إحنا عندنا كتير من الناس لما بيوصلوا في أزمة منتصف العمر من الرجالة تحسوا إن ده لا يكفي هو الزوج بيبقى ساعته محتاج 80% أنا أسف يعني 80% دلع و20% إن هو يبقى أب تخيل الحياة بتتغير ليه طيب لأن جزء الدلع ده وجزء العلاقة الخاصة وجزء ده بيحسسه إن دي مكافئته طيب ليه هو عايز إن 80% تبقى الزوجة في الحقيقة زوجة و20% تبقى أم عشان هو حاسس إن هو عايز مكافئة عايز تكافئ وعشان كده لازم نفهم ده الزوجة بقى بتبقى عارفة غير كده هي حاسة إن المفروض إن هي تبقى 80% أم و20% زوجة فلازم ال60% يكمله من بر يعني لازم ال60% اللي هتخلينا متوازنين يكمل على ال20% اللي عندها من حد تاني بر وإحنا معنا محتاجين نستدعي حديث رسول الله اللي احنا ذكرناه من شوية لا يفرق ومؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر فلو كره منها الاهتمام الزائد بأولادها ومفروض إنهم ما يكرهوش ده في كتير من الأحيين وخاصة في الوقت اللي احنا فيه ده اهتمام الست بأولادها في أوقات كتيرة في الوقت اللي احنا بكلمكم احنا مش بنكلم عن عصرتين احنا بنكلم عن عصرين عن وقتين ساعات اهتمام الأم بالأولاد دلوقتي لإن هي بتقوم بدور الأب والأم مع الأولاد لإن كثير من الرجال مشغولين على لقمة العيش فما ينفعش إن هي تجازة على دول زيك هو دات اللي بيصدمها فإن اللي حاصل فبقى اهتمامها بأولادها إيه اللي حاصل بيوصلها إن هو يرضى إن هي كانت في الحقيقة عاون وسند ليه فهو لازم يعرف كده وفكرة الرضا اللي اذكرنا حديث الرسول اللي الله سلم إن هو يفكر بطريقة مختلفة عشان يسد الفجوة اللي عنده دي فالرضا هيسد الفجوة ما بين التمانين في المائة من الاهتمام بيه وتدليعه اللي هو محتاجه وما بين الواجبات اللي عليه اللي هي بتقوم بيها وبتسنده في إن هو يحافظ على دوره كأب وتحافظ على البيت إن هو مهتز وهنا الرضا معناه التطوير مش الرضا معناه الوقوف على الحالة اللي احنا عندنا دي فالرضا يعني إن هو يستسمع مميزاتها ويخليها تاخد بالها وأوقات فكرة الملكية هي اللي بتوقع بعض الزوجات في فكرة الضمان أوه تعالوا نقف شوية ساعات الزوجات بتقول ده جوزي مش يروح في حتة ده زوجي وخلاص أنا ضمنها وضمن أخلاقه وفيه ترس شعبي بيدعم فكرة الملكية دي وهي الربط بالأولاد إن هي تخلف أولاد وتخلف عدد من الأولاد عشان تربطه وميروحش في حتة لا هو في الحقيقة هو لو هو شخص ما بتحملشه المسئولية الأولاد مش هتربطه الأولاد هتذهقوا من البيت وتخليه يدور على حد تاني يجد رجولته معاه ما فيش حاجة يسمعها الربط بالأولاد خالص ما فيش الكلام ده لكن فيه حاجة يسمعها إن الأولاد بيصنعوا أهداف مشاركة ففي 20% من الستات لا تحتمل أبداً فبتيجي تقول أنا خلاص لما يقرب مني لما يحصل بقى إن هو يدور على حد إيه اللي حاصل وهددها وخلاص وهي راح وبقى عدده علاقة بحد تاني بتقول لا أنا مش قادرة مش حاسة أنا حاسة إن أنا عرفانة ولو بتقعد بتقعد عشان مصلحة الأولاد فبتقعد إيه اللي حاصل بتقعد عشان تحافظ على البيت وعلى الأولاد ورد عن بعض الصالحين منهم سيدنا عبدالله بشعران سألوه لماذا لم تتزوج على زوجتك قال لي كي لا أكسر قلب مؤمن فيه نمط بيكسر قلبه بيكسر قلب زوجته فمهم جداً إن الزوج أو الزوجة وهم بيكونوا اختيارهم ما يعملوش القواعد على ما يعملوش القواعد على الناس كلها فلما زوج يقول لها ما فيش زوجات كتير قبلت ده هي بتحس بإهانة فوق الإهانة مش بس إنه عمل فيها كده لا كمان بيهدر قرامتها وإنه مش عارفها يعني إيه في زوجات كتير قبلت الكلام ده فإيه اللي بيحصل فبتتمسك برأيها أكتر لذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراء الفروق الفردية بين زوجاتي فالسيدة عائشة مثلاً يتعامل معاها على إنها غيورة ولذلك قال حضرت النبي لما كسرت صفحة السيدة حفصة غارة أمكم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيهمها يبقى احنا لازم ما نعجيش نعمم لزوجتنا تعمم على زوجتك ده وتقول لها ما كل الستات قبلت الكلام فيك ستات كتيرة قبلت إن زوجها يتجوز عليها أو زوجها يروح يبقى عنده محاولة أخرى ويبتدي ساعات بعض الأزواج يبالغ في المسألة ويجي يقول لها هو رايح يخطب أنا رايح أخطب عشان في الحقيقة أنا محتاج حد يهتم بيه التهديد ده بيخلي الزوجة وكأنها تصدعت بيعمل زي الزلزال ويكاد يكون إن هو بيكسرها ويخليها تنهار وساعات بيبقى ردود الأفعال غير معتبر طب نعمل إيه عشان ما نوصلش للحالة دي؟ إيه الإجراءات اللي إحنا مفروض نعملها؟ إحنا لازم نتقنى في التفكير لازم نتقنى في التفكير لإن إحنا شفنا النتائج الوخيمة لسرعة اتخذ القرار الحكمة بتقول إن التقنى من الله والعجل من الشيطان فلما أنت تتعجل بحل مشكلتك اللي أنت مش تلاقي الاحتياج اللي عندك إن حد يهتم بيك ويهتم بتدليلك فتروح على طول تخوض تجربة الزوجة التانية أو تجربة العلاقة الموازية فأنت في الحقيقة كنت ماشي مع الشيطان لأنك كنت متعجل فلازم تشوف الزوجة إيه المحاسن اللي فيها وإيه الحاجات اللي ممكن أو إيه المداخل اللي ممكن تدخل بيها عشان تخليها تتحسن ويزيد اهتمامها بيك لأن الحقيقة المداخل اللي بيقترح على الزوجة إن هي ما تفكرش إن عنده علاقة كنسية مع حد ولكن تفكر إزاي تطور حياتها وأولادها وتستكمل بعض الأشياء اللي كانت نقصاها في علاقتهم مع بعض مدخل حسن بس مش بيصلح مع كل الستات فلذلك إحنا فيه جزء لازم ننبه به الرجل إنه قبل ما يفكر إنه ويختل خطوة دي لازم يراجع نفسه كتير قوي 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 هل هو يستخدم المدخل الصحيح عشان يطور من علاقته وزوجته ألا لا الحاجة التانية المهمة لازم يكون فيه كمان خطة للتغيير ويكتبوها مع بعض ويمكن أن تكون كمان ومهم إن هي تكون كمان تحت إيه؟ تحت إشراف متخصص لأن في الحقيقة في بعض الأحيين هي لما بتحس بالغدر هي بتحس إن هي فقدت الثقة وبتبقى مش قادرة تديره فرصة تانية وساعتها بيبقى ضروري جداً جداً إن احنا ندخل المتخصص عشان نقدر نتخلص من المسألة دي الإجراء اللي بعد كده إن بعد ما نحط خطة التغيير وده شيء مهم جداً إن هو يزود الاهتمام والاحترام والتأدير والامتنان كمان لزوجته لأن هي في الحقيقة بتبقى مجروحة وإذا ده ما حصلش يبقى إحنا محتاجين للعلاج الزواجي جلسات نحاول من خلالها من خلالها نعالج اللي حصل ده بعناية وبأوقات محددة وبأشياء تشبه جرعة الدواء لأن نساعتها بتبقى الزوجة فقط الثقة ومش قادرة تكمل آخر حاجة عايزين نختم بيها فيما يتعلق بالإجراءات اللي احنا عايزين نقولها لكم إجراءة مهمة جداً 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 إن الزوج لما يحس إنه حاسس بإنه هو مش قادر يكتفي باللي بتقدمه لزوجته من الاهتمام لازم هو يراجع مفهوم الأبوة شوية لأن الأولاد لما بيحسوا بالأمان بيبقى ليه مردود إيجابي جداً على الزوج وإذا حسوا بالتهديد هو بيحس إن حياته بتتكسر فلازم نهتم جداً جداً إن الأولاد في بعض الأحيين نقعد معاهم ونحس بالدفئ اللي هم بيدهن لأن الدفئ دهت ممكن في كتير من الأحيين يخلي رجالة كتيرة يحسوا إن حياتهم مليانة مش نقصة على حاجة ومش فاضية لأن كتير من الأزواج لما بيحسوا إنه هو يفكروا في علاقة أخرى أو بيهدد زوجته بزواج آخر بزواج جديد الحقيقة بيكون هو فاقد شعور الأبوة الكاملة ورايح ببساطة خالص يعيش حياة مركزيتها الأنا ومليئة بالفردانية من غير ما يبص للبيت مش بس للأولاد ولكن يبص للبيت والأسرة اللي أول مكون فيه هي زوجته تعالوا نعمل الإجراءات اللي احنا قلنا عليها ونستثير ونستخرج أحسن ما في زوجتنا وكمان نساعدهم إنهما يكونوا قادرين على إنهما يقسموا وقتهم ويدوا وقتهم بشكل مقنن محترم باستشارة خبير عشان كل واحد فينا ما يكتمش احتياجاته لكن في نفس الوقت الجواز مش جاي عشان إشباع الاحتياجات لكن جاي عشان نخلي احتياجاتنا بتساعدنا إنه إحنا نعيش أفضل ننتقل من التوافق لما نتفق مع بعض إزاي نتعامل مع احتياجاتنا وخاصة لما تتغير في وقت منتصف العمر تعالوا نشوف إزاي عن شارك بعض في خطة التغيير وكل واحد فينا يدعم التاني عشان نفضل في بيوتنا ننتقل من التوافق يدعمنا الرضا عشان نعيش في سعادة ونعيش وبيوتنا مليانة بقولي تعالى واجعل بينكم موادة ورحمة يا رب اجعلنا من أهل الرضا واجعل قلوبنا مليئة بالرضا واجعلنا نشوف الصورة كاملة ونشوف الصورة مجزوئة واجعل ده سر من أسرار اللهم قلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اجعلنا دايما من أهل الرضا من أهل تأمين البيوت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما في موادة ورحمة يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة اللي تفضل جسر ونير بيننا وبينكم وتفضل مجالس العلم اللي بتخلينا اسمنا يذكر في الملأ الأعلى لأننا مازلنا في مجالس العلم أول سؤال معنا النهاردة من الأستاذة نها من الجيزة أستاذة نها أستاذة نها معنا لا أستاذة نها معنا طيب أستاذة نها ترسمحتي تعاوض الاتصال مرة تاني أستاذة فاطمة من تنطا سلام عليكم عليكم السلام حدكاتو أستاذة فاطمة تفضلي Washington إزيك يا دكتور عام لك أستاذة حضر داك طيبة وحضر داك طيبة وبصحة وبسلام وبفضل ونعمة أنا كلمتك من كم شهرة كده كنت لسه مخطوبة وعند اهلي وان فيه مشكلة عند يعني كنت بكشيت حضرتك فيها يعني. مم. اه عضرتك مساحتي بحاجة وانا عملت بيها. ربنا كانت مجاوزة مستهرة. زياني ربنا رزق الصالحة. يا رب. ان شاء الله ربنا رزق الصالحة ويفتح عليك ويدي مبينك وبنزوجك المواد ده والرح. يا رب. يا رب الله ما منه. هو انه بيسمى حضرتك انا عايز ادوله. ربنا يا رب يقوي على الحياة ومتيجي دينه. باركلي في ابو وما احبناش من بعض. وتاني حاجة عايز اقول له حضرتك حاجة يعني. احنا بان مربع صينيك وانا مخصوصين وكانت الظروف قزمت نعيش شوية فما ارتناش نتجاوز اللي ايه. مبلغ يعني زي ما. المبادرة وكني. فانا حاسة ان انا ايه بعلاق ان احنا جبنا يعني هو قرد زوير عشان نتجاوز. ماشي انا احنا نتجاوز اللي ما ايه. مم. فهو جابه احنا بنزعليش القرد ده. لو كنت انتو خدتوه عشان تتجاوزوا. اه. وما كانش هينفع الجواز من غيره وكنتو ضروري ان انتو تتجاوزوا مش قادرين اه والله احنا جبناه حسنا الجهاز بالزبط. يعني حتى ما اخدناش جنين انه لجبنا ولا جبنا اكله ولا عشت دي ولا اعمل هي حاجة بس. طيب حاضر ازا كان ده عشان تجيبوا ده فادوتك من قبيل التمويل وادوت مش حرام ولا حاجة وما تفزعليش ولا حاجة وما تكدريش الراجل ولا تكدري نفسك. ان شاء الله ربنا يمبرك لكم في حياتكم. وان شاء الله يمللكم خير وبركة. وان شاء الله يبرك لكم ويرزقكم الزررية الحسن ان شاء الله. ويوسع عليه وان شاء الله يرزقه رزقا حسنا ويهنيكم ان شاء الله. معانا الاستاذة اسماء من اينا? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاك يا دكتور? نعمة وفضل الحمد لله. انا دكتور انا حد بسأل سؤال. اتفضلي. انا دكتور لما بصلي وبدعي ربنا وبكون مستغفرة وكلام زي كده. بدعي ربنا كويس بحس ان انا ان الدعاء استجاب وكتي. تمام? في وكتي كده. تمام. بعد بعدها بحس ان لنا الحاجة اللي دعيت عشانها ما تحققاتش. ورغم ان انا باب على يقين انها ايه? انها مستجابة. استجابت من عند ربنا احساس بي يجيني في قلب كده. فبعدي كده الحاجة دي اللي هي بخصوص ان انا اخلف تاني بعد يعني ربنا كرمني بخلفة بس انا كنت عايزة تاني يعني. طيب. فما بتحصلش كمان. انت عندي انت عندي الخلفة كم? عندي اتنين. ولد وبنت? ولد وبنت ايه. طيب. ماشي. تمام? وليه فترة يعني اني ما حصلش حملة والكلام ده يا دكتور. فا يا مولانا فا حس اني الدعائي كاني في حجاب داني وبن ربنا. دي حاجة. طيب. ده السؤال. ده سؤال. في سؤال تاني? ايه معلش يا دكتور. انا بحس ان انا لما بصلي. انا نفسي اصلي مش عشان انا عايزة حاجة. مش عايزة عشان الحال يبقى كويس ولا الصحة ولا الكلام ده انا عايز اصلي علشان محبة انفرق بنا. فمش عارف اعمل مش عارف اوصل الشعر ده ازاي? طيب اقول لحضرتك. السؤال الاولان يا استاذ اسماء انت بتقولي ان انت بتدعي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك مرادك وان ان انت تخلي في تاني وانت عندك اتنين. وبتحس لما انت دعيتي ان ربنا استجاب لك. لكن بعد كده ما بيحصلش الاستجابة اللي انت فيها. مين قالك ان هو ما حصلش? انت كنت بتدعي ان ربنا يسعدك بالاولاد. صح كده? لا خلينا نقول الدعاء ما اصلي احنا مش لما بندعي الدعاء احنا مش بنؤمن ربنا احنا بنطلب منه. فبنطلب منه وهو اله ولا نطلب منه وهو بينفذ لنا ما نريد. لا بنطلب منه ان هو اله. ولذلك وضمننا الاجابة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. قال اجيب دعوة الداعي اذا دعان. على مراده ولا على مراد الله. في الوقت الذي يريده الله ولا في الوقت الذي يريده العبد. طب ليه? لان في الحقيقة احنا عندنا شوية ظاهر معروفة. هو ظاهرة ايه? ظاهرة عدم المعرفة. اللي بتخلينا نعمل ايه? ندعو بما يفسد حياتنا على انه يسطح حياتنا. ويدعو الانسان وبالشرد دعاء. فانت تدعو ممكن تكون بتدعي بما فيه شرك. فيعرض على الله سبحانه وتعالى. والله به اعلم. فإن لي يحصل? فيقضي ويستجيب الى انك انت عايزة اولادي يسعدوا حياتك. فيكون الاتنين دول هما اللي بيسعدوا حياتك. بس انت مش راضية. فربنا استجاب لك. اللهم ارزقني اولادا تسعدوا بيه حياتي. فإن لي حاصل? فالاتنين اللي عندك دول هما اللي تسعد بيهم حياتي. لكن لا انا عايزة عدد من الاولاد عشان ما حدش يقول علي ان انا خلاص ما بقيتش اخلف وما بقيتش اه زي غيري من الستات في العيل عندنا او في البلد عندنا. اه بس ده كلام مش صحيح. وان الست ما تحسس ما تحسس ان هي ست غلا ما تخلف. ده كل دي حاجات مش صحيحة. احنا عندنا حاجات نعم كتيرة في حياتنا. وانت ربنا رزق من وعين. رزقك ولد وبنت. فانت عايزة ايه اكتر من كده. فربنا استجاب لك اه استجاب لك. مش انت حسيت ان ربنا استجاب لك استجاب لك. بس افهامي بقى واحفظي ده. ان الله استجاب لك فيما يختاره لك. لا فيما تختارينه لنفسك. واستجاب لك في الوقت الذي يريده لك. لا في الوقت الذي تريديه لنفسك. فممكن يا الله سبحانه لا استجاب لك. وسيعطيك في الوقت المناسب لك. فعندنا حاجتين. الحاجة الاولانية ان ربنا استجاب لي. وشايف الحال اللي انا فيه ده هو الحال اللي فيه تحقيق الإجابة. ولانه يعلم حالي اعطاني قبل الدعاء. فاعطاني الولد والبنت. حاجة التانية ان ربنا استجاب لي. ولكن يعطيني في الوقت الذي هو اعلم به انه يصلح حالي انا لو عم جبنا الولد دلوقتي جوز بيقول لي طيب ماشي خلي فيه لكن عيضيق علينا الحال لكن يرزقني بعد سنة او اتنين نكون احنا رتبنا امورنا وحصل لنا المراد فنصبر وندعو الله سبحانه وتعالى ودعائك لله مش بيدغط على الله عشان نديلك ده دعائك بالله ده عشان الله يحب الدعاء نعم استاذة مين استاذة نوحة من الجيزة تفضلي هلو عليكم استاذة نوحة تفضلي استاذة نوحة تفضلي دباتي يا شيخان عايزة اخد رأيي حضرتك في حاجة يعني اتفضلي يا فند انا دلوقتي بنت اخوية تعبانة جدا وبيحصلها حاجات كده يعني ايه حاجات غريبة حاجات غريبة صح او بيحصلها حاجات غريبة وحاجات غير طبيعية حقيقي او هي سنها كم سنة هي عندها اتنين وعشرين سنة هي متزوجة يعني فحصلها حاجات غريبة مثلا تحس بان في حاجات بتحصل بينها وبين جزء بدون سبب صح بدون سبب حاجات ما تفضل كتير لا وكما بقى فلاس كده كمان يعني حصلها اعراض يعني شعرها بقى بيقع بيحصلها اعراض حاجات كده على جسمها حاجات كده يعني وراحوا لشيوك كتير يعني انا مش عارف انا بقولهم الموضوع ملاحور يشريخ ليه عشان الموضوع ده يعني فيها معليش انا اسألك سؤال يعني عدفتر هوفيش يوخ متخصصين فوق الشعر لا بس هي اسمحيلي طيب بس ما انا باخده بدي مع حضرتك هوفيش يوخ متخصصين في زرقان الجسم لا بس احنا بنتكلم ان هو اي ممكن يكون حاجة حضرت لها هو انا عايز اسألك حضرتك سؤال عايز اسألك حضرتك سؤال يا استاذة نوه باعتبار حضرتك يعني بتكلميني واضح على حضرتك ان انت حضرتك قادرت ديري حوار ومثقف فبس قالك سؤال بسيط خالص اوه خالص هو الشيوخ اللي حضرتك بتكلم عليهم بتكلم عليهم على انهم بيعالجوا بالقرآن وكده يعني مش كده او او طب هو سؤال يعني ايه من الايات اللي عند الناس اللي بيعالجوا بيها سقوط الشهر وايه من الايات اللي قال عادت النبي صلى الله عليه وسلم او ورد عن حد من الصالحين اللي هي بتعمل كده احنا ليه بنعمل كده في نفسنا هو مش كده هسألك سؤال انت عارفة ان الاعراض اللي انت بتقوليها دي مشهورة جدا 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 كاثار واضحة لبعض المتاهب النفسية وخاصة الاكتئاب الشديد والله يا شيخ انا اقول لحضرتك على حاجة انا اصلا دراستي اساسا علم نفسي فانا قلت لهم الاتجاه بتاعكم هو طب انت دراستك استاني بس استاذ النوع انت دراستك علم نفس اه يعني حضرتك مش عارفة ان في حاجة اسمها سايكو سماتيك ازوردر عارفة 200 تصمت الشخصية وعارفة الحاجات دي كلها وعارفة لا 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 انا قلت حاجة تانية الاثر انجسماني النفساني يعني ان النفسة تؤثر اثرا على الاكساد صح؟ اه طبعا فالزرقان دوت الزرقان دوت ممكن يكون بسبب ان هي عندها كمد عندها كمد يعني عندها حزن دفين الشعر اللي بيقعدها عندها كآبة لان هي حاسة ان هي عايشة حياة مش حياتها فبيسقط عندها بيسقط عندها الشعر لان هي في حالة كآبة شديدة صح؟ هقول لحضرتك بطاو مش مجرد هو شعر بس لا دا بيلاقوها مثلا بتختفي بتروح اماكن مثلا تقص الدولا بتقفل عن الطاو ما يعرفوش هي فين بتلاقي مثلا يعني فين دا اكتئاب رسمي دا هي لازم تروح للدكتور دا لازم تروح للدكتور ولا حضرتك يعني عشان مش سايكاتريك مش عايزة توديها لواحد سايكاتريك لا لا هو انا مش بعالك بالموضوع دا ولا اي حاجة بس انا انا قلت لهم عشان انا قد برصة كده فانا قلت لهم هو الموضوع دا نفسي انا قلت كده طيب يبقى احسن يبقى تستمري وتزني كده لان فيه ناس كتير عندهم وصمة ان الواحد اللي راح لدكتور نفسي مرض النفسي دا زي المرض العضوي هي محتاجة وهي محتاجة تتكلم محتاجة تتكلم كتير اوي لان كل اللي عندها دوت لان هي لما معروف ان في بعض الامراض الانسان يروح ويستخبل انه حاسس بالتهديد من كل اللي حواليه فهي محتاجة انها تخرج شوية فرأي انها لازم تروح للدكتور وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله فان الله ما انزل دان الا وانزل له دواء فخليها تروح تتعالج لان هو دا الحل الوحيد لو سبتوها بقى تمشي في مسألة مسألة الشيوخ اللي انا مش عارف ايه مصطلح الشيوخ اللي بقى مصطلح يبتزل بهذه الطريقة واحد بيشتغل في حاجة لا علم له به ازاي مصطلح الشيخ اللي هو بيستخدم مع العلماء يستخدم مع الادعياء ما يرضيش ربنا دا يا سادة ولذلك بلا بلاش وعلى طول وديها لطبيب نفسي انه واضح انه محتاجة استشارة نفسية ومسندة نفسية بسرعة استاذ ايمان من اليوبية يتفضل سمع عليكم عليكم السلامة وحكاتو لا سمعتها حضرت الشيخ زيارة المقابر ايه ملا هل يكون الدعاء في المقابر ولا بيكون مثلا انت بيدعاء بتدعي مثلا انت اصدك الدعاء للاموات ينفع لازم يكون عند المقابر ولا ينفع كمان في البيوت يعني بينفع في اي مكان يعني سؤال انت مش هو دا سؤالك انه هل الدعاء لازم يكون عند المقابر طب اقول لي حضرتك حاجة لو سمحت اتفضل اه بالوقتي اه والبيتي اه جاء المرات في المنام اه بتقول له ايه قولهم انكم يلاقي على اخواتي يعني اه اه علي ايه يعني تفسير اه اه الدعاء ولا حاجة المسألة بسيطة ممكن ممكن زوجتك تكون شايفة ان اخواتك ظلموا امك فيكون دا قبيل حديث النفس ولا حاجة خالص او اخواتك بس هم يراجعوا نفسهم لو كانوا هم عملوا حاجة ليست من الاحسان لولدتهم يحاولوا يحسنوا اليها وخاصة الفرصة موجودة ويستطيع انهم يرسلوا لها الهدايا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عملوه الا من ثلاث فيستطيع انهم يرسلوا لها صدقة جارية ويفعلوا الاعمال الصالحة ويهبوها مثل ثواب هذه الاعمال الصالحة زي الصرا وزي الصوم وزي كل العبادات اللي ممكن زي العمرة زي الصدقات زي مواعد الرحمن كل الكلام ده تستطيع انهم يعملوه ويهبوا مثل ثوابه لولدتهم فلو بتسألني يعملوا ايه اه يعملوا كده انهم يعملوا لها صدقة جارية ويهبوا مثل ثواب اعمالهم الصالحة لامهم وعلى فكرة احنا مش جاءوا اخديني الكلام ده من المنام بتاع بتاع زوجتك المنامات عندنا لا بيتعلق بها احكام المنامات اما فيها تحذير او اما فيها بشرة فايه اللي حاصل فهم لو كانوا اسألوا لولدتك يحسنوا اليها حتى وان انتقلت الى الرفيق الاعلى حتى لو ان هي في حياتها البرزخية ورب الهمنا دايما ان احنا نكون مخلصين محبين معبرين عن حبنا ده لأحبابنا حتى وان ان انتقلوا ورب العالمين نسألك ان تجعل البيوت مليئة بالامان وما يكون كل واحد فينا يؤمن شريك حياته ولا يكون واحد فينا يهدد شريك حياته ويجعله في حالة من حالات الخوف والرعب بالتهديد خلوا بالكم ان حديث الرسول اللي الله سلم المؤمن ومن امناه الناس واو الناس لازم يأمنوك اهل بيتك ما ينفعش ان واحد يهدد زوجته ويخليها عايشة في كآبة وعايشة في رعب وعايشة في حياة هي مش قادرة تعيش كحياة مستقرة ثم يطلب منها ان هي تربي اولاده تربية في غاية الرقي وفي غاية الجودة ترفقه يا سادة وقبل ما تاخدوا خطوة ان واحد فيكم يحاول يدخل في علاقة اخرى مع وجود اسرته يفكر مليون مرة اذا كان هو في الحقيقة بيعمل الكلام دوت بانانية او فردانية واذا كان هو قادر يجمع ما بين الامرين ولا لا المسألة ان الشهوة تروح وتبقى المسئولية فالانت قادر ان انت تتحمل مسئولية بتين وانت في الحقيقة شخص ما قدرتش توفي بحاجات اولادك واولادك محتاجين لكلامك ومحتاجين لقعادك معهم ومحتاجين لاحتوائك وما بيحصل للحكاية دي الاولاد بيفقدوا الثقة في ابوهم عايزين نفكر نفكر جدا 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 قبل ما ناخد الخطوة دي عشان ما نكسرش قلبي حد وساعات القلوب لما بتكسر ما بتتصلحش يا رب جعلنا دايما من اهل جبر الخواطر ونحافظ على خواطر اقرب الناس الينا اهل بيتنا يا رب جعلنا امانا لبيوتنا وجعلنا سعة ورحمة ومودة وفضل ونعمة يا كريم مددك لبلوتنا وجعل بيوتنا مليانة بالرحمة وبالخير وبالامان وبالاهتمام والاحترام والتأدير يا ربنا يا قدير يا رب قبل يا رب يا رب يا رب يا رب